اليوتيوب هو اكبر منصة لنشر الفيديوهات في عالمنا اليوم ويحمل معظم الفنانين والمجموعات مقاطعهم هناك بالاضافة الى ذلك يمتلك العديد من الفنانين ايضا قنوات يوتيوب شخصية خاصة بهم واستنادا الى وجهات النظر والمشتركين يمكننا معرفة شعبية اي فنان وعلى الاغلب في قائمة اعلى خمس قنوات شخصية على اليوتيوب لأعدل الكابوب احتلت بلاك بينك ثلاث مراكز منها هم فقط سلاس اعضاء من بلاك بينك الذين يمتلكون قنوات شخصية على اليوتيوب لان العدوة الكبيرة جيس ليس لديها اي محتوى شخص على اليوتيوب وفي الاونية الاخيرة قامت العدوة روزي بعد سبعة اشهر بوضع العلامة الشخصية على قناة اليوتيوب الخاصة بها وتحميل فيديو غلاف جديد في السامن والعشرون من ديسمبر وبعد ايام قليلة فقط حصد المقطع الاخير والدفاير اكثر من 1.7 مليون مشاهدة ووفقا للاحصائيات الواردة من شفرة التواصل الاجتماعي صعد المقطع روزي في كسب 90 الف مشترك جديد حيث تجاوزت قناة روزي 3.5 مليون مشترك رسميا وبهذا العدد صعدت روزي الى المركز الرابع في قائمة الاناس صاحبة اكبر عدد من المشتركين على اليوتيوب في عالم الكيبوب وبذلك تفوقت روزي على قناة مامو لكنها لا تزال خلف ليسا وجاني وايو وحاليا قناة ليسا من بلاكبينك على اليوتيوب للي فلم على رأس هذه القائمة مع 9.48 مليون مشترك وفي المرتبة الثانية جاني من بلاكبينك مع 7.59 مليون مشترك اما المرتبة الثالثة تنتمي الى ايو مع 7.24 مليون مشترك في اخبار اخرى مع حلو النهاية العام وبدء عام جديد في جميع انحاء العالم اظهرت ليسا مؤخرا كيف امضت ليلة رأس العام الجديد لم تستعرض ليسا فقط اطباق الطعام الفاخرة ولكنها ايضا لم تقضي العطلة بمفردها احتفلت مع روزي جنبا الى جنب لانهاء العام الماضي معا ولكنهم احتفلوا ايضا بشيء خاص وهو 9.3 حيث قامت ليسا بتحميل سلسلة من الصور بشكل لطيف للاحتفال بهذه اللحظة مع عبارة اخر موعد عشاء جميل لهذا العام حبيبتي روزي قبل ان نكمل الخامسة والعشرون حيث علقت روزي على المنشور بطريقة التي فقائلة صديقة عام جديد سعيد ليس هناك طريقة افضل من انهاء العام الجديد سوى مع الاشخاص الجيدين والطعام الجيد وعلى الرغم من ذلك عادت جيسو الى المنزل في اخر يوم من العام وبذلك من خلال ملاحظة صور جيسو في المرآة التي تلتقد بها عادة صورها ونشر جيسو صور صلفي لطيفة اخرى جميلة مع تمنيات للعام الجديد بالسعادة معلقة لقد جاءت نهاية العام هنا مرة اخرى واصبح حلم ان امضي عاما اخر معا مع البلينك الجميل اأمل ان تجلب السنة الجديدة اي شيء الا السعادة والفرح للجميع نحن في عام جديد مليء بالذكريات التي لا تنسى في اخبار اخرى يبدو ان سوه يرد الجميل بطريقة اكثر وحشية الى يونرو في الحلقة السادسة فبعد التعرض للهجوم المفاجئ في الحلقة الخامسة تمكن سوه مرة اخرى من البقاء على قيد الحياة بفضل يونرو ولحسن الحظ بعد معركة شرسة في الحلقة الخامسة لا تزال جيس على قيد الحياة مع القليل من الجروح لتصبح الحلقة السادسة اكثر تشويقا عندما يطلق سوه النار على حليفه لتحذيره من تجاوز الحد الاقصى الى جانب ذلك تدخل طبيبة للتظاهر بمعالجة طلاب المعسكر ولكنها في الواقع حردت على قتل رفاق سوه تستمر الحلقة السادسة من سنوة ربح سيافي سوه بوعده في اطلاق صراح بعض الطالبات ولكن تعترض عاملة بالمسكن لانها تشعر انه من غير العدل ان يتم اطلاق صراح الطالبات من العائلات الغنية فقط وعندما تدخل الطبيبة الى عنبر النوم وتلتقي بسوه تشعر بردود افعالهم على انهم يعرفون بعضهم البعض وربما تكون هذه الطبيبة جسوسة ايضا ونظرا لان سوه هو الذي يفرد عن الطالبات بشكل عشوائي تشعر انه بالغضب لانها السبب في انقاذه وتكشف عن نفسها بانها ابنة مدير وزارة الامن المنافسة لسوه وتطلب منه القاء القبض عليها فقط واطلاق صراح الآخر ينتهي الحلقة السادسة من سنوة ربح باتسامة سوهو المنتصرة وكأنه حقق هدفه الرئيس المتمثل في امساك نقطة ضعف منافسه ان اعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالاعجاب والاشتراك ايضا في القناة وشكرا لك الى اللقاء